مشاهدين بآخر أخبارنا حيث انتهى في ساعة متأخرة من ليلة أمس اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية بممثلي الأساتذة المتعاقدين المحتجين وقد خلص اللقاء إلى موافقة الوزيرة على احتساب الخبرة المهنية على أساس نقطة واحدة لكل سنة وستضاف النقاط الخاصة بالخبرة المهنية وستحتسب في المعدل العام النهائي كما نصبت وزيرة التربية لجنة مشتركة لمتابعة مشاكل الأساتذة المتعاقدين سيما ما تعلق بالمنح والعلاوات وتأخر الأجور هذا وسيعرض ممثلون الأساتذة المتعاقدين نتائج المفاوضات على زملائهم المحتجين مركزيا ومحليا قبل الفصل في هذه القضية يذكر أن وزارة التربية قد وافقت في وقت سابق على احتساب خمس نقاط خبرة للأساتذة المتعاقدين إلا أنهم رفضوا ذلك مطالبين بإدماجهم دون شرط موسيقى موسيقى